الرابع الإيمان بالأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون وأن الله أرسلهم وأوحا إليهم وإنهم بالأيات وإنهم بالأمان ونصح الأمم وإنهم بالأمان وإنهم بالأمان وإنهم بالأمان نؤمن بهم وبمعلمان الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم وإنهم بالأخبار التي جاءت عنهم وإنهم بالأيات التي أدهم الله سبحانه وتعالى وإنهم بالأمان 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 أي إنسان يأتي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه نبي أورسلنا قل والله كاذب وكافر كفر أكبر هل يمكن أن ينزل عليك الوحي إذا إنسان يعتقد هذا هذا كافر لا ينزل وحي على أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستكون هناك أيضا 3